الكارنفور فريق ورا فريق كانوا يروحوا على الاستكشاف في 1900 إلى 1920 للقطب الشمالي هدول الفرق كلهم كانوا يلاقوا أن النصير ذاته وهي الوفاء بالنقص التغذوي من مختلف أنواع الفيتامينات رغم أنه سكان البلاد الأصليين اللي كان يسكنوا في تلك البلاد في القطب الشمالي وشمال الكرة الأرضية كانوا على قيد الحياة رغم أنه طعامهم كان عبارة عن فقط كارنفورس ديت ستيفنسون قرر أنه يغير الفكرة وأنه يعيش مع هدول السكان ويتلمذ على إيديهم ومن خلال تعلم طبيعة أكلهم قدر هو فريقه بالآخر يضلهم على قيد الحياة هاي مخاطر اللعب بالكارنفور يلا بعد الفاصل مرحبا وكيف الحال حمية الكارنفور المثيرة للجدل هي من أكثر الحميات قوة في تقليل الالتهابات في الجسم إذا ما تم استخدامها بالطريقة الصحيحة وهي من حميات الاستقصاء اللي أنت بتستقص فيها وبتشيل كل المغذيات وكل أنواع الأطعمة اللي ممكن تعملك حساسية قبل ما تبلش ترجعها من جديد الالتزام بهذه الحمية رغم بساطتها لأنه ما فيها غير لحوم مملكة الحيوان والملح كمكمل غذائي أو بشكل أساسي كسبايس تحطه على الأكل إلا أنها كثير معقدة من كيف أنت تاكل هذه اللحوم بطريقة تضمن بقاء الاتزان في جسمك وبقاء جسمك بما يسمى بالهميوستاسس هذا اللي هو انتظام والاتزان جسمك بعملية أيضية مستقرة فشلك في الوصول للهميوستاسس بمعناته فشلك ببقاء جسمك بصحته وبدخل الجسم في حالة ما نسميها الكتابوليزم أو عملية التدمير في الأنسجة وبصير بكل بساطة جسمك بياكل لحمك وهذا اللي كان يصير مع الرحالة اللي كانوا يروحوا يستكشفوا القطب الشمالي اللي غالباً كانوا يروحوا ويتوفوا على الطريق يا بسبب مرض الإسقربوت نقص الفيتامين سي أو بسبب اللي هو الأمراض اللي هي رغم إنهم بياكلوا سعرات لكنهم بصير عندهم نحفان وهزالة ونزيف في الأنسجة وبتوفوا بسبب إنه جسمهم عماله بيستهلك العضلات واللحوم الموجودة في أجسامهم في حلقتنا لديوم رح نحكي عن ست أشياء أساسية لازم تكون في حميتك اليومية إذا كنت بدك تغامر وتدخل في الكرنيفور فإذا كانت الكيتو بدها معرفة وتعلم فالكرنيفور بدها احتراف فبداية حلقتنا لليوم لا تكون بخيل فإنك ما تشارك هذا المحتوى الأكبر عد ممكن من الناس حتى تحذرهم وما تكون بخيل على نفسك بأنك تشترك للقناة وتكبس إجارة الجرس وتعمل لايك حتى ينتشر فيديو الأكبر عد ممكن الناس جيب فنجان القهوة وخلينا نبلش بالتفاصيل أول نقطة لازم تركز عليها هي موضوع الكالوجين عند استخدامك حميات زي حمية الكرنيفور أنت عمالك بتعتمد بمصدر أساسي على أكلك على اللحوم اللحوم تحتوي على مجموعة كبيرة من الأمين وأساسة الأحماض الدهل الأمينية البروتينات وهذه الأحماض الأمينية فيها حمض أميني اسمه الميثيونين هذا الحمض أساسي في تكوين أي نوع من أنواع اللحوم ولما بتصير تاخد اللحم بشكل أساسي وكميات كبيرة بتراكم عندك الميثيونين في الجسم الميثيونين بتم تحويله داخل الكبد لمركب ضار جداً عادة مربوط في الجلطات القلبية ومربوط بأمراض الاعتلال في الدورة الدموية اللي هو المنتج اللي هو الباي بروتك بالميثيونين نسميه الهوموسيستين هذا الهوموسيستين من الطبيعي أنه جسمك دايماً بتخلص منه لما أنت بتاكل اللحوم وبنتج عن طريق عملية معقدة اللي هو الكلوتاثايون اللي هو استبر مضاد أكسدة قوي جداً لما تكون أنت بحمية الكرنفور أنت ما بتاخد مضاد أكسدة بكل بساطة لك ما بتاخد مكت النبات فبصفة لكلوتاثايون هو المصدر المضاد الأكسدة الوحيدة عندك في الجسم اللي عمالك بتاخده غير الفيتامين سيد اللي بيأتي بكميات قليلة جداً من الكبد اللي بتاخدها إذا ما بتاخد إشي اللي هو الكليسين الموجود في الكالوجين باودر أو الكالوجين فأنت هاي العملية كلها بتتوقف فبتراكم الهوموسستين وبتراكم الميثيلي جروب اللي بتكون موجودة داخل اللحوم وبصير عندك نقص حاد في الجليتاثايون اللي هو مضاد الأكسدة فبصير جسمك يدخل بحالة التهابات وآلام ما إلها أول من الآخر هلأ كيف أنت ممكن تحصل هذا الموضوع؟ بكل بساطة بأنك تحاول توصل كمية الجليسين في موجود في أكلك من خلال استخدام الأربطة والعظام المخلوق اللي أنت بتاكله لتقريباً من ثلاثة لست أضعاف كمية الميثيونين موجودة في أكلك يعني تقريباً بتاخد لكل ميتة جرام من اللحوم المطبوخة تاخد لك بحدود عشرة لعشرين جرام من الكالوجين محاضرة معقدة بتعقيد هذا الرجيم الجزء الثاني من الحمية أو اللازم تكون موجود في أكلك أكيد وتضمنه اللي هو أنه ما تبالغ في اللحوم وصير أكلك باعتمادك على لحوم قليلة الدهون فإذا أنت أو أنت عم بتحاول تدخلي في هذه الحمية وما بتقدر تتحملي دهون الحيوانات والزيوت بكمية كبيرة فلن تستطيع البقاء بسلامة في هذه الحمية لازم يكون بالنسبة للسعرات كمية الدهون في هذه الحمية تقريبا ضعف كمية السعرات الموجودة في اللحوم يعني إذا أخذ أنا تقريبا 500 سعرة من اللحم لازم أخذ 1000 سعرة من الدهون يعني تقريبا 70% من السعرات من الدهون وما تبقت 30% من السعرات فقط من البروتين فهي حمية مليانة بالدهون يعني هي حمية قليلة النشويات هي حمية صفرية في الكنشويات قليلة عالية الدهون جداً زيها زي الكيتو لكن ما فيها منتجات النبات إذا عدم فشلك في أنك تاخد كمية عالية من الدهون نتيجتها أنه أنت بتعطي لجسمك مصدر أساسي للطاقة يصير هو يصنع منه طاقته وهي البروتين وفي هذه الحالة أنت عطيت المجال لجسمك أنه يبلش بحرق البروتين كمصدر أساسي للطاقة وإيش أكتر إشي ممكن يحرقه بعدين إذا ما قدرت تاكل سعراتك أكيد لحمك نفسه وأنسجتك وهون الخطر إذا ما أنتك رفعت كميات الدهون بالكمية الكافية فلازم تحسبها بالورقة والألم النقطة الثالثة أنه اللحمة بشكل عام هي أفقر الحيوانات أو اللحمة كلحمة هي أردأ أنواع الطعام لما تروحها مملكة الحيوان يعني تناول العضلات هو الأشي السيء في الدبيحة لما بتاكله عشان هيك الحيوانات الكاسرة زي الأسود أول ما بتبدأ والقبائل القديمة لما يدبحوا الدبيحة بوزعوا الأعضاء الحيوان على القبيلة وبيأكلوها حتى وهي نية عشان يكتبوا كل أنواع المغذيات الموجودة فيها فحتى الحيوانات في حدائق الحيوانات زي الأسود لما بيعطوها اللحم الحمرة فقط بتصير عاجزة عن الإنجاب فما بالك إحنا كبشر لما أنت بتصير تاخد بس اللحم فلازم تأكل المدبيحة من المأنف إلى الديل جلد الحيوان مليان بالكالوجين أنسجة الحيوان مليان بالكالوجين عظام الحيوان مصدر الكالوجين وعظام الحيوان مصدر للكالسيوم فكبدة، الطحل، الفشة، القلب كل هذه المغذيات موجودة داخل كل عضاء الحيوان فبالتالي ما لازم ينكب إشي من الدبيحة فإذا ما بتقدر لازم يكون أكليست في عندك حصة أسبوعية بالكبدة وما تقول موضوع سهل مجربه قبلك الكبدة بتصير صعب جدا تناولها لما تكون متعود عليها أو لما تكون عمالك فقط بتاكل لحوم لأنه كتير بتعمل ستيتي فبصير صعب تحصل حاجتك من البروتين في هذا اليوم اللي بتاكل فيه كبدة فضروري يكون فيه الكبدة حتى تقدر تحصل على الفيتامين سي الموجود فيها تقريبا بحاجة أنت من 100 إلى 300 جرام كبدة في الأسبوع النقطة الرابعة اللي هي موضوع الأوميغا 3 والأساسية الأحماض الدهنية الأساسية 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 هذه عادة موجودة في الدهون اللحوم وموجودة في الأسماق خصوصا وهون بيأتي موضوع إذا أنت تعتمد على الكرنفور ما رح تقدر تحصل الأوميغا 3 إلا من مصادر الحيوانية السمكية لأنه قليل جدا في الأبقار والأغنام وخصوصا إذا كانت مش بلدية فبدك تروح أكيد على المنتجات الأسماق تخلي عندك حصتين لثلاثة في الأسبوع يكون فقط أسماك وهذه الأسماك هي حتكون مصدر المغذيات اللي هو الأوميغا 3 إن كان ال-EPA وال-DHA النقطة الخامسة اللي هي محصولة من اليود صعب جدا تحصل حاشتك من اليود إذا ما أكلت المنتجات الحيوانية عشان هيك حتى الملح تبعك لما تملح فيه حاول يكون ملح بحر مدععا باليود لأنه أنت بحاجة لليود في حميتك هاي وعدم تناولك المنتجات البحرية في حال أنك ما بتاخد أملاح يصير عندك إدرار عالي للسوائل فقدان كتير وجفاف إضافة لنقص اليود أما النقطة السادسة فهي موضوع الكالسيوم وعشان تحصل حاشتك من الكالسيوم من ضروري لقوة عظامك أكيد لازم تحصلها إما عن طريق الأجبان ويفضل الأجبان المخمرة كتير غير المصنعة في حلمة كنرفور مش مسموح تاخد إشي مصنعة تاخد أشياء مخمرة زي البرمزان المزرولة الشدر الألبان الحامضة جدا الزبادي الحامضة جدا وزي اليوناني فرضا المليان بالدهون دك ترفع انت كمية الدهون بإضافة إلى ذلك ممكن تاخدها من خلال مرق العظم الأسماك عظام الأسماك لما تكون تاخد الدجاج تاخد نفس العظم تاكله عظم الخروف أو الأبقار بعدما يتنشفه وتطحنه وهذه البودرة اللي عندك هي مصدر الكالسيوم لك في حميتك ما لازم ينكب إشي من الدبيع حرفيين في الكرنفور حمية الكرنفور حمية افتراس وإذا بدك تاكلها بدك تاكلها عصولها ما بتقدر تمشي في صحتها ما تعملها ونشوفكم إن شاء الله في الحلقات الجاي بنهاية حلقتنا اليوم إن شفتم المعلومات اللي بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل لغيرك بالشير فنشل المعلومة أكيد خير وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس عشرة الجرس حتى تجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر عبالي فكرة مفيدة إلك وأكيد ما تبخل علي أنا أحمد سمارة وإذا كنت تجيهكم باستمر فأكيد تبخلوا زر اللايك هي موجود أعتقد هون أوكي وبتقدروا تنضموا العالم الرائع بالفيسبوك وعالم سمارة سكيتوانت فاستينج بنت وبتقدروا تتابعوني على الإنستغرام والسناب شات وبشوفكم إن شاء الله على خير وبأمان الله مع السلامة بي